اشتركوا في القناة حيث اعلن نقيب الفنانين الاردنيين محمد يوسف العبادي عن احر التعازي بوفاة المخرج والممثل الاردني اشرف طرفاح ذلك صباح اليوم الاسنين بعد تعرضه لاعتداء في جمهورية مصر العربية الاعتداء ادى الى نزيف في الدماغ ودخوله في غيبوبة واكد العبادي ان ما حصل هو اعتداء اسم ضد رجل يمثل الفكر والحقيقة ويدافع عن وجدان الامة ولكن تم قتله بهذه الطريقة موجع جدا حسبنا الله نعم الوكيل وهناك وحوش بشرية يجب محاسبتها فعلا الاخطأ لازم يتحاسب ايا كان حسبنا الله نعم الوكيل المخرج تلفاح ذهب الى مصر لمتابعة دراسته والحصول على درجة الدكتوراه واعلن نقيب الفنانين الاردنيين انه خلال الساعات سيصل برفقة اعضاء من مجلس ادارة نقابة الفنانين الى القاهرة لمتابعة ظروف الموت الموجع للمخرج واضاف العبادية ان الامن المصري يحقق بالحادثة فيما لم ترد النتائج بعد مطالبات بالتدخل الرسم السريع لكشف ملبسات الحادثة الاليم حسبنا الله نعم الوكيل شيء مفجع وموجع جدا قلوبنا معكم وحسبنا الله نعم الوكيل واللي اخطأ لازم يتحاسب ايا كان عايزان متابعين وكده وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بامان الله والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا